هذا وكان تقرير قد صدر عن وزارة الخارجية الأمريكي معني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص قد أكد على المكانة الدولية المرموقة لمملكة البحرين في حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص حيث حافظت المملكة على الفئة الأولى وهي الأعلى في التصنيف للعام السابع على التوالي وجاءت مملكة البحرين في طليعة دول المنطقة بتبوئها هذا التصنيف المتقدم الذي يعكس ما تقدمه المملكة من بيئة عمل متقدمة ومستقرة لحفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز ضمن منظومة عمل متكاملة تبدأ من الوقاية عن طريق التوعية الاستباقية واللاحقة وصولا إلى الحماية والإنصاف وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تمثل منهاجا مؤسسيا لجميع الأجهزة الحكومية في المملكة ويؤكد التقرير نجاح مملكة البحرين في التأسيس لثقافة راسخة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص وفق منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وشراكات ومأساسة العمل وقد أسهم هذا النجاح في بناء قاعدة مجتمعية قوية رافض لأي ممارسات غير قانونية في سوق العمل ودعم المحافظة على بيئة عمل تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار وتحفظ حقوق أطراف العمل دون تمييز ضمن آلية عمل متكاملة تتشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة وأشار التقرير إلى جدية المملكة في التصدي لتلك الممارسات من خلال إنشاء إدارة متخصصة في الرصد الوقائي ضمن هيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق واستحداث نظام تسجيل العمالة القائم على الشراكة مع القطاع الخاص كما تطرق التقرير إلى مواصلة المملكة تطوير حزمة من الإجراءات التي تعزز حماية العمالة الوافدة والتصدي للعمل الجبري ومختلف صور الاتجار بالأشخاص